الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك ستموت وسينقطع ذكرك وبالتالي تنتهي دعوتك فرد الله جل وعلا عليهم هذه المقالة بأن بين لهم أن الأنبياء السابقين قد ماتوا ولم يكن لهم الخلد فجميع الأنبياء المتقدمين قد ماتوا قبل ذلك وحينئذ رد الله عليهم هذا الاعتراض الذي اعترضوه ثم في الآيات السابقة ذكروا أن الله جل وعلا سيبقي لهذه الأمة ذكرها وبالتالي يبقى هذا الدين إلى قيامه الساعة كما ورد في النصوص التبشير به والإخبار به ثم رد عليهم جل وعلا برد آخر ألا وهو أنكم يا أيها المعترضون ستموتون فكيف تعترضون على محمد صلى الله عليه وسلم بأمر تشاركونه فيه ولذا قال أفإن ميت فهم الخالدون أي يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اعترضوا عليه بكونه يموت فهم كذلك سيموتون ولذا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت فمقادير الموت ستأتي على الجميع الكبار والصغار والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم من عموم الناس ثم قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقوله نبلوكم أي نختبركم وننظر إلى أفعالكم ولئن كان الله جل وعلا يعلم ما سيفعله العباد قبل أن يفعلوا ما هم فاعلون إلا أنه يريد إقامة الحجة على العباد ولذا استعمل هنا الفعل المضارع الدال على الاستمرار فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقدما ذكر الشر هنا لأنه هو المتبادر لنفوس الناس ولأن هذا الكلام في سياق استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولوصفهم له بالأوصاف غير اللائقة به ولذا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي أن ذلك على جهة الاختبار والابتلاء لكم بحيث ينظر هل تؤدون واجب الله عليكم أو أنكم تقصرون في ذلك ومن ثم لا يكون من شانكم أن تؤدوا واجب الله عليكم ولقد كان من شان المؤمنين أن يعرفوا أن كل قدر يقدره الله عليهم فهو خير لهم وفي مصلحتهم ولذا ينبغي بهم أن يشكروا الله جل وعلا على نعمه وأن يصبروا على ما يقدره عليهم من المقادير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضرى صبرى فكان خيرا له وإن أصابته سرى شكرى فكان خيرا له وفي هذه الآية يراد بالشر ما لا يريده الناس ولا يرغبون فيه من الأمراض والخسارة المالية والقطيعة والحروب ونحو ذلك وسميت شرا باعتبار حكمها الجزئي أو باعتبار نظرة الناس لها وإلا فإن كل قضاء يقدره الله على العبد المؤمن فهو خير له وتشتمل كلمة الشر على الذنوب والمعاصي وأما الخير فيراد به سلامة الأبدان واجتماع الكلمة وتألف القلوب ورغد العيش ووفرة المال وهناة الإنسان وسعادته وتوفر سبل معيشته وفي هذا دلالة على أن الزهد الذي أمر به في الشرع ليس بترك الدنيا وإنما باستعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة ومن ثم ففهم بعض قاصر العقول أن الشريعة ترغب في ترك الدنيا هذا فهم خاطئ وليس من شرع الله في شيء وإنما الشريعة ترغب المؤمنين بأن يكون عندهم ما يتمكنون به من عبودية الله جل وعلا ومن ذلك مصالح الدنيا ولذا سمى الله جل وعلا ذلك خيرا وقوله وإلينا ترجعون أي أن الله جل وعلا لما ذكر ما اعترض به المشركون من كون النبي صلى الله عليه وسلم يموت فكيف يكون نبيا وهو يموت بيّن الله جل وعلا أنهم جميعا سيرجعون إلى الله جل وعلا ومن ثم سيحاسبهم على أعمالهم فكونهم يرجعون إلى الله والأنبي يرجعون إلى الله دليل على أنه لا يصح لهم الاعتراض بهذا الاعتراض على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية إشارة إلى شيء مما قد يلاقيه الأنبياء عليهم السلام ودعاة الحق من الاستهزاء بهم من قبل أعدائهم المكذبين لهم ولذا قال تعالى وإذا رأاك أي أن المشركين إذا شاهدوك وأبصروك بعيونهم لم يكن من شانهم إلا الاستهزاء بك ومحاولة الهمز واللمز والتنقص ونحو ذلك وكان من مقالتهم أن قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم لأن الآلهة من الأصنام ونحوها كانت عظيمة في نفوسهم وكانوا يستبعدون أن يتكلم أحد بذكر حقيقة هذه الأصنام ويبين أنها لا تستحق شيئا من العبادة فلما عظمت الأصنام في نفوسهم استنقصوا كل من دعا إلى ترك عبوديتها ولذا قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكرها ويبين أنها لا تستحق العبادة ولا يجوز صرف شيء من العبادات لها وذلك أنها لا تتصرف في شيء من الكون فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ثم بيّن جل وعلا أن حالهم هذا في استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عند استعظامهم لدعوته إلى ترك عبودية الأصنام أنهم في نفس الوقت يكفرون بذكر الرحمن والذكر هنا قد يراد به ما يتذكره الإنسان من صفات الله جل وعلا فإن هؤلاء المشركين عبدوا هذه الأصنام من دون الله جل وعلا ولذا تركوا عبودية الله سبحانه وتعالى وحينئذ يقارن رب العزة والجلال بين حالهم حينما كانوا كافرين بالله جل وعلا وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتصم بالله ويلجو إليه والذي ينصره ربه ولكنه يدعو الناس إلى ترك عبودية من سوى الله جل وعلا وبهذا يتضح أنهم على خسارة وأنهم ليسوا على حق في طريقتهم ثم بين جل وعلا سببا من الأسباب التي جعلتهم يسيرون على هذه الطريقة من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراض عليه فبين أن ذلك بسبب استعجالهم وعدم تفكرهم وترويهم في الأمر ولذا قال تعالى خلق الإنسان من عجل أي أن الداعي الذي دعاهم إلى هذه الطريقة من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاعتراض عليه بالاعتراضات السابقة هو استعجالهم وعدم تأملهم وتفكرهم في حقائق الأمور وكان من استعجالهم أن قالوا إن كنت صادقا فأنزل علينا عقوبة الله وحينئذ نعلم أن العجلة مذمومة غير مرغوب فيها ولكن هناك فرق بين المسارعة في الخيرات كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وكما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ببيان أن المسارعة هي المبادرة إلى الشيء في أول وقته المبادرة إلى الخير في أول وقته بينما العجلة هي الإتيان للشيء قبل حلول وقته فلما تعجلوا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفكر فيما معه من الأدلة والبراهين وصفوا بوصف العجلة وانظر لهذه الآيات في قوله وهم بذكر الرحمن حيث إن فيها عددا من المعاني أولا أن الذكر قد ورد ذكره في هذه الآيات والتنبيه عليه مرارا كما في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وكما في قوله جل وعلا فسألوا أهل الذكر وكما في قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ومن ثم فقد يرادوا بذكر الرحمن أنهم يكفرون بالله جل وعلا لأنهم يشركون في العبادة معه غيره وقد يراد بذلك أن ما عده الله لأوليائه من المؤمنين من الذكر الحسن ومن الصيت والسمعة الباقية يكفر به هؤلاء لأنهم ظنوا أنه بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع دعوته فكانت تلك المقالة مقالة فاسدة كاذبة غير صحيحة وقد كفروا بها وفرد الله جل وعلا على عجلتهم هذا حينما حكموا على الأمور قبل أن يتأنوا ويستبصروا ويتفكروا فيها ولذا قال لهم جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون أي أن الله جل وعلا ذكر لهم بأنه سيجعلهم يتمكنون من النظر في آيات الله ومن ثم فلا يناسب منهم أن يستعجلوا وذكر الرحمن هنا من أجل بياني أو التذكير بنعم الله على العباد حيث رحمهم فقال تعالى سأريكم آياتي ما هي آيات الله قد تكون الأدلة والبراهين الدالة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فليس من المناسب بهم أن يتعجلوا ويحكموا على هذا النبي قبل أن يتأملوا في هذه الآيات وقد يراد بالآيات العقوبات التي تنزل بالأمم المكذبة كما نزل بالمكذبين الذين كذبوا بأنبياء الله السابقين هكذا هذه الأمة هكذا هؤلاء القوم يخشى عليهم من أن ينزل بهم العذاب بسبب استهزائهم برسول الله وتكذيبهم له وعدم إيمانهم به وقد كان من وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذكر لهم أن العقوبات قد تنزل بهم وذكر جل وعلا أن هؤلاء المكذبين الكافرين يقولون أن يستمرون في الكلام بهذه المقالة متى هذا الوعد أي متى تنزل عقوبة الله بنا ومتى تكون الساعة التي نحاسب فيها على أعمالنا يقولون للنبي ومن معه إن كنتم صادقين فأنزلوا علينا عذاب الله فاستعجلوا نزول العذاب عليهم ولم يكن من شأنهم أن يتفكروا ويتأملوا في الأدلة والبراهين التي مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الله جل وعلا حالهم في الآخرة حينما يأتيهم العذاب الشديد فقال جل وعلا لو يعلموا الذين كفروا أي أن الله جل وعلا ذكرهم بحال سيكونون عليه في أيام في أيامهم المستقبلة حين لا يكفون عن وجوههم النار أن يدخلون نار جهنم فتصيب جميع أبدانهم بما فيها الوجوه وذكر الوجوه هنا لأن الوجه أعظم ما يهتم الإنسان بوقايته من أنواع ما قد يؤذيه من النار وغيرها فقدم ذكر الوجوه لذلك حين لا يكفون أي لا يبعدون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فهذه الظهور تأتيها النار مما يدل على أن النار تحيط بهم من كل جانب ثم قال ولا هم ينصرون أي لا يستطيع أحد أن ينقذهم من عذاب الله أو أن ينتصر لهم أو أن يحميهم من جزء من هذا العذاب بل تأتيهم أي إن عقوبة الله جل وعلا ستأتيهم بغتة أي فجأة في ساعة لا ينتظرون العذاب فيها فتبهتهم أي تهلكهم وتعجزهم وتجعلهم لا يتمكنون من الخلاص من هذا العذاب الشديد وحينئذ لا يستطيعون ردها أي رد العقوبة ولا يتمكنون من إبعاد عذاب الله عنهم ولا هم ينظرون أي لا يؤخر عنهم عذاب الله ولا يؤجل بل يأتيهم مباشرة بغتة ولما أشار الله جل وعلا إلى استهزاء الكافرين بهذا النبي الكريم مرة بنسبة التهم الكاذبة إليه التي يبرع منها ومرة بتمني زوال هذه الدعوة والإرجاف بدعوة أنها لن تستمر وأن أصحابها سيموتون وتموت دعوتهم ومرة بالسهزائهم بهذا النبي الكريم حيث ذكروا أنه تجرى على الآلهة التي يرونها عظيمة وهي في نفسها حقيرة فإذا كانت هذه الأمور وهذه الأنواع من الاستهزاءات قد جاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فالقول ليس بدعا والاستهزاء ليس أولا بل لقد جاء مثل ذلك إلى أنبياء الله السابقين ولذا قال ولقد استهزئ برسل من قبلك أي أن الأنبياء السابقين تعرضوا لأنواع من أنواع الاستهزاء الذي يماثل الاستهزاء الذي لديك فحاق أي أن العذاب وصل إلى هؤلاء المستهزين وجاءهم من كل جهة فحاق بالذين سخروا منهم أي من أنبياء الله ما كانوا به يستهزئون أي العذاب الذي وعدهم به أنبياء الله فكانوا يستهزئون بخبر أنبياء الله عندما يخبرون بأن العذاب سيقع بهم وهكذا تستمر الحكاية مع أتباع هذا النبي يستهزئوا بهم أعداؤهم ويظنون أن هؤلاء الأولياء لن ينتصروا ولن يكون لهم القوة والغلبة ويظنون أن هؤلاء سينقطع ذكرهم لكن الله جل وعلا يجعل العاقبة الحميدة لأوليائه ويجعل ضدها لأعدائه سنة كونية ماضية وذكرهم الله جل وعلا بقدرته فقال قل أي أخبرهم واسألهم من يكلأكم أي من الذي يحفظكم ويبعد عنكم أنواع الشرور بالليل والنهار فإن الإنسان في الليل ينام وبالتالي لا يأمن على نفسه أن يصيبه شيء من أقدار الله أو أن يتسلط عليه عدو من أعدائه إذ إن قواه قد ذهبت وهكذا من يكلأكم بالنهار فإن النهار عند انتشار الناس وتعدد السبل التي يسلكونها فحينئذ قد يأتيهم من ينغص عليهم معيشتهم قل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أي من يحفظكم من عقوبة الله فإن عقوبة الله إذا نزلت بكم فلا يستطيع أحد ردها وهكذا في معنى هذه الآية أن الرحمن الذي يرحمكم سيتولى هو الذي وحده يتولى حفظكم وإبعاد أنواع الضرر والشر عنكم بل هم أي إن طريقة هؤلاء أنهم عن ذكر ربهم معرضون وانظر كيف كرر ذكر الذكر مرة أخرى فهم معرضون عن تذكر قدرة رب العزة والجلال بهم وهم معرضون عن الذكر الذي يأتيهم من الله جل وعلا من القرآن والسنة وهم معرضون عن أن يذكر الله جل وعلا في أمورهم ثم أتى رب العزة والجلال بإبطال مقالتهم بطريقة التقسيم فقال هذه الآلهة التي يعبدونها هل تستطيع أن تمنعهم من أعدائهم فهي لا تستطيع أن تصد عن نفسها أي أذى أو ضرر قد يراد أن يلحق بها فإذا كانت لا تنفع نفسها ولا تدفع عن نفسها الأذى والضرر فمن باب أولى أن تكون عاجزة عن دفع الضرر والأذى عن غيرها ولذا قال أم لهم آلهة أي هل لهم معبودات عندها قوة وقدرة بحيث تمنعهم وتصد عنهم عذاب الله جل وجل وعلا إذا نزل بهم فهذه الآلهة من الأصنام والمعبودات لا تستطيع أن ترد عذاب الله إذا نزل بهم ومن هنا فإن هذه الآلهة لا تستطيع نصر نفسها فمن أراد أن يكسر الصنم تمكن من ذلك ولن يتمكن الصنم من أن يمنعه من هذا فإذا كان الصنم والمعبود من دون الله لا يستطيع نصرا لنفسه فكيف ينصركم ولا هم منا يصحبون أي لا يوجد لهم أصحاب يكونون معهم وينصرونهم وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من رد عذاب الله جل وعلا ثم قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباهم أي إن الشأن الذي جعلهم يسلكون هذا المسلك ويغترون بما هم فيه ويعرضون عن ذكر الله جل وعلا هو ما لديهم من أنواع النعيم الدنيوي فإن هذا النعيم الدنيوي متى استعمل في غير مرضات الله كان ملهيا لصاحبه ومشغلا له عن التفكر في حقيقة الأمر ومن ثم تجري عليه السنون والأيام والدهور بدون أن يتفكر في حقيقة الحال ولذا قال تعالى بل متعنا أي أن جعلنا هؤلاء القوم ينعمون بأنواع النعم التي يتمتعون بها في الدنيا فتكون متاعا ملهيا لهم عن تذكر الآخرة والإعداد لها فقال بل متعنا هؤلاء أي هؤلاء المخاطبون من المشركين وآباهم فيه تذكير بأن الآباء قبلهم قد ماتوا فأنتم كذلك ستسيرون على طريقتهم فسيأتيكم الموت قال حتى طال عليهم العمر أي أنهم بما هم فيه من النعيم سارت الأيام عليهم سراعا ومضت السنون تباعا ومن ثم غفلوا عن الآخرة ولم يستعدوا لها فظنوا أنهم باقون أبد الآباد في الحياة ونسوا أن يستعدوا ليوم الآخرة ثم قال تعالى أفلا يرون أي أفلا يشاهدون إلى حقيقة الدنيا وذلك أن الله جل وعلا يقدر الموت في كل لحظة من اللحظات على طائفة من الناس فالتفت يمينا تجد أن هناك من قد مات والتفت شمالا تجد من قد مات من قرابتك من جيرانك من زملائك فإذا وصل الموت إليهم وهم يماثلونك فإن الموت أيضا سيصل إليك ولذا قال أفلا يرون أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها أي أننا نميت منهم طائفة بعد طائفة فكلما مضى زمن مات طائفة من الناس فإذا كانوا سيموتون وإذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم وإذا كانوا لا يجدون أصحاب يناصرونهم وإذا كانت آلهتهم عاجزة عن نصرتهم فحينئذ هم مغلوبون وليسوا بغالبين فالموت سيأتيهم لا محالة ومن ثم يأتيهم قدر الله الذي ينقلهم من هذه الحياة فإذا كانت الغلبة عليهم فعليهم أن يعيدوا التفكير وأن يتأملوا فيما جاء به هذا النبي الكريم من وحي الله عز وجل ولذا خاطبهم الله على لسان نبيه ويسير أتباعه من الدعاة لدينه على مسيرته فيقولون إنما ننذركم بالوحي يعني أننا لا نأتي بأوامر من عند أنفسنا ولا نأتي بأحكام وشريعة من تخيلاتنا وإنما ذلك كله من عند الله جل وعلا بوحي ينزله سبحانه إلينا ومن هنا فإن التذكر يكون بالوحي وقال تعالى بعده ولا يسمع الصم الصم من غابت عنهم حاسة السمع فمن ثم لو جاء أحد فتكلم عليهم وخاطبهم فإنهم لن يتمكنوا من سماعه وهكذا أيضا دعاة الحق إذا خاطبوا أحدا خطابا وكان ذلك الأحد معرضا عنهم فإنه بمثابة من به صمم لن يستطيع أن يسمع ما يكلم به ولذا قال ولا يسمع الصم الدعاء والدعاء الصوت الرفيع العالي فإن من به صمم لن يتمكن من سماعه وهكذا من طمس على قلبه فإنه لن يتمكن من الاستفاة من دعوة الحق ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون يعني لو كان هناك أمر خطير أمام من به صمم فرفعت صوتك بأعلى درجات الصوت لتحذره منه فإنك حينئذ لن تؤثر فيه شيئا ولن يستجيب لك لأن عنده مانعا يمنعه من الاستماع لنذارتك ومقالتك فهذا شأن أولئك المعرضين الذين يعرضون عن دعوات الأنبياء عليهم السلام ثم خوفهم الله من العذاب الدنيوي فقال ولئن مستهم المس اللمس الخفيف والنفحة النفخة اليسيرة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي لو قدر أن العباد في الدنيا جاءهم أو أحسوا إحساسا خفيفا بعذاب يسير من عذاب ربك فإنهم حينئذ سييئسون ويظنون أن السوء قد نزل بهم ومن هنا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين وفي هذا تذكير بما وعد الله به الأمم من العذاب حينما ينزل بهم في الدنيا لإعراضهم عن الله كما في قوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة إلى أن قال فلما حسوا باسنا إذا هم منها يركضون إلى أن قال قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فهكذا هذه المقالة ستتردد عند هؤلاء الأقوام عندما ينزل بهم عذاب رب العزة والجلال ليقولن أي ليستمرن على هذه المقالة يا ويلنا أي لنا الثبور والخسارة بسبب أن كنا ظالمين قد ظلمنا أنفسنا بإعراضنا عن طاعة الله وبإشراك غير الله معه في العبادة وبتكذيب أنبياء الله والاستهزاء بهم وذكر الله جل وعلا بشان العباد يوم المعاد فقال ونضع الموازين الميزان آلة تعرف بها مقادير ثقل الأشياء وهذه الموازين في الدنيا تكون مقاييسا للسلع وفي الآخرة تكون طرائق لحساب العباد والموازين مرة يوزن فيها العمل ومرة يوزن فيها العامل ومرة يوزن فيها صحائف الأعمال التي تسجل فيها الأعمال وموازين الله موازين عادلة لا ظلم فيها فلا تبخس أحدا حسنة ولا تضيف له سيئة ولذا قال ونضع الموازين القصد أي العادلة ليوم القيامة أي ليوزن بها ما يوزن من أعمال العباد ومن أبدانهم ومن ثوابهم ومن سجلات أعمالهم فلا تظلم نفس شيئا أي أن العباد يكون إنما يحاسبون بالعدل فلا يؤخذ منهم حسنة ولا يضاف إليهم سيئة وإن كان مثقال حبة خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها يعني أن الله جل وعلا سيدقق الحساب على العباد ولن يترك لهم الشيء اليسير كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره قال تعالى وكفى بنا حاسبين أي أن الله جل وعلا قادر وحده على إحصاء أعمال العباد وتسجيل حسناتهم وسياتهم وكفى بالله حسيبا وهكذا قد كلف الملائكة بتسجيل أعمال بني آدم وليجازيهم عليها ففي هذه الآيات من الفوائد والأحكام أن الموت مقدر على جميع العباد وأنه لا بد أن يصل إلى الجميع فيصل إلي وإليكم وإلى جميع من في الأرض وجميع من سيأتي بقدرته جل وعلا وفي هذه الآيات أنه لا يوجد أحد من البشر مخلدا في الدنيا وبذا نعلم أن من قال بأن هناك منبق من أتباع الأمم السابقة فإن مقالته مقالة كاذبة وبهذا نعلم أيضا مقالة بطلان مقالة من قال بأن الخضر لا زال حيا فإنه لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولذا قال هنا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وفي هذه الآيات الرد على الدعوة الباطلة بالقياس المماثل الدال على بطلان تلك الدعوة كما في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون وفي هذه الآيات إثبات المعاد وأن العباد سيعودون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم وفي هذه الآيات تحريم الاستهزاء بأنبياء الله أو بشيء من شرائعهم وأن الاستهزاء قد يوصل صاحبه إلى درجة الكفر وفي هذه الآيات أن من ذكره الله نصره أن من ذكر الله ذكره الله ومن ذكره الله نصره وأعزه وصد أعدائه صد أعدائه عنه وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل أوقاته فيذكره بقلبه فيذكره بجوارحه وفي هذه الآيات ذنب العجلة والترغيب في تركها وكما تقدم هناك فرق بين العجلة وبين المسارعة والمسابقة في الخيرات وقوله خلق الإنسان من عجل أي أنه سيستمر على طريقته فهذا دأبه وهذا شأنه وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يقيم الأدلة والبراهين الدالة على صدق أنبياءه ودعاة دينه وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به التأني والتفكر واستحضار المعاني لما يُعرض له ثم قال وفي هذه الآيات أن المشركين يطالبون النبي وأتباعه بمسارعة العذاب والعقوبة ويقولون على جهة التندر والتكذيب متى هذا الوعد يعني وعد إنزال العقوبة إن كنتم صادقين في دعواكم أن العقوبة ستنزل بنام وفي هذه الآيات أن الكافرين سيدخلون في نار جهنم خالدين فيها وأن الله سيسلط عليهم النار في تلك الدار فتحرق وجوههم وظهورهم وفي هذه الآيات أنهم يحاولون صد العذاب عن وجوههم ولكنهم لا يستطيعون ذلك وفي هذه الآيات أن من قدر الله جل وعلا عليه أن يكون من أهل النار فلن يستطيع أحد أن ينصره وفي هذه الآيات أن يوم المعاد قد أخفي وقته وأن العباد لا يطلعون عليه بل سيأتيهم موعد الساعة وهم غافلون لا هون فتأتيهم بغته أي فجأ فتبهتهم أي تحيرهم وتعجزهم ولا تمكنهم من هرب ونحوه وحينئذ لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أي لا يؤجلون ولا يؤخرون لإقامة عبودية الله عز وجل وفي هذه الآيات دلالة على أن التوبة تنقطع ب وصول الإنسان إلى درجة الموت فمتى وصل إلى درجة الغرغرة فحينئذ فاته باب التوبة وفي هذه الآيات تسلية نبي الله عليه السلام بأنه إذا كان يتعرض للاستهزاء فقد تعرض الأنبياء قبله له وهكذا تسلية هذا النبي بأن المستهزئين بالكافرين نزلت بهم العقوبات الدنيوية مع ما ينتظرهم من العقوبات الأخروية وفي هذه الآيات أن السخرية والاستهزاء من الأمور المحرمة ومن الأمور التي يسارع تسارع عقوبة الله إليهم وإلى أصحابها وفي هذه الآيات أن حفظ النفوس من أنواع الشرور إنما هو بتقدير رب العزة والجلال وأمره وخلقه وفعله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الله برحمته يمسك كثيرا من أنواع الأذى عن العباد وفي هذه الآيات أن العباد ينبغي به من يتذكر الله في كل أحوالهم فيذكره بأقوالهم وبقلوبهم وبفعل جوارحهم وفي هذه الآيات التذكير بالإمساك بالوحي الذي يأتي عن الله عز وجل وعدم الإعراض عنه وفي هذه الآيات بطلان عبودية آلهة المشركين وأن حق العبودية خالص لله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات عجز هذه المعبودات من أن ترد شيئا من عذاب الله جل وعلا وفي هذه الآيات عجز هذه المعبودات عن دفع الأذى عن أنفسها فضلا عن غيرها وفي هذه الآيات أن أصحاب الكفر والشرك سيتبرع منهم أصحابهم وفي هذه الآيات أن ما في الدنيا من المتاع أمر يسير زائل ولكن الخشية من أن يكون سببا من أسباب غفلة الناس عن الاستعداد للقاء ربهم جل وعلا وفي هذه الآيات أن النعم قد تكون أسبابا من أسباب الغفلة حتى يطول على الإنسان عمره وفي هذه الآيات أن طول العمر في الشر ليس محمودا للإنسان بل هو ضرر عليه ويقابل هذا أن طول عمر الإنسان فالخير والطاعة من أسباب رفعة درجته عند الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن سنة الله في الكون ماضية بأن يموت الناس جيلا بعد جيل وفي هذه الآيات أن العبد مغلوب بالنسبة لقدر الله لا ينفذ على نفسه شيئا من الأقدار بل قدر الله غالب عليه ساير به وفي هذه الآيات أن النذارة والدعوة والبلاغ يحسن أن تكون بالوحي بآيات من كتاب الله عز وجل وذلك أن هذا الكتاب فيه من الأدلة العقلية المقنعة والبراهين العاطفية وأنواع المعارف والعلوم ما يجعل العبد يذعن له ولذا قال قل إنما أنذركم بالوحي وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو لنفسه أو يسعى لأن يحظى رفعة في الدنيا بهذا الوحي وإنما أراد إرشاد الخلق ونصيحتهم وفي هذه الآيات أن المعرض عن الحق لن يتمكن من هدايته مهما بذل معه من الأسباب وفي هذه الآيات التخويف من يسير عذاب الله جل وعلا والتحذير من العقوبة اليسيرة في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات أن طريق الظالمين أن يعلنوا خسارة أنفسهم ويعلنوا الويل والثبور لأنفسهم بأن يقولوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وفي هذه الآيات عموم عدل الله عز وجل فهو عادل في أحكامه على العباد وفي محاسبته لهم يوم المعاد ولذا يضع الموازين القصط أي العادلة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والميزان قد يكون بوزن الأجسام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقي ابن أم والله إنه في الميزان لا أثقل من جبل أحد وهكذا أيضا توزن الأقوال والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا أيضا قد تكون الموازين للصحف كما جاء في الحديث أن رجلا جاء معه بتسعة وتسعين سجلا من سجلات ذنوبه وفوضعت في الميزان الحديث وقوله ليوم القيامة أي أنها توضع من أجل الوزن في ذلك اليوم وسمي بهذا الاسم لأن العباد يقومون فيه من مماتهم وفي هذه الآيات تنزه الله جل وعلا عن الظلم فلا يظلم أحدا من العباد وإنما يجازيهم على أعمالهم فلما كان العبد عنده إرادة وعنده قدرة وقد أقدم على المعصية بقدرته وإرادته فحينئذ إذا عاقبه الله جل وعلا فإنه لا يظلمه بذلك العذاب وتلك العقوبة وفي هذه الآيات أن العمل اليسير إن خيرا وإن شرا محسوب عند الله جل وعلا وسيحاسب العباد به ولذا قال وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها أي سجلناها على صاحبها وأريناه إياها ليكون ذلك من أسباب ظهور عدل الله جل وعلا ثم قال وكفى بنا حاسبين أي أن الله جل وعلا سيحاسب العباد على أعمالهم وقد سجل أعمالهم في الدنيا فهذه آيات عظيمة من سورة الأنبياء بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وأصحابه أكبر 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 أكبر